إلى الشرق الأوكراني حيث أطلقت قوات الاحتلال للروسي النار على المواقع الأوكرانية سبع مرات في إقليم الدنباس خلال أربعين وعشرين ساعة الأخيرة وفقاً لوزارة الدفاع الأوكرانية فإن المسلحين قاموا بقصف بلدات كريمسكي ونوفو توشكوفسكي بمدافع الهاون الثقيلة والخفيفة وأفاد بيان وزارة الدفاع أن المسلحين استهدفوا المناطق الأخرى على طول الخط الفاصل بقاذفات القنابل والأسلحة الرشاشة الثقيلة والخفيفة أيضاً وفقاً للإستخبارات الأوكرانية فإن المعارك أسفرت عن مقتل أربعة من المسلحين وإصابة ثلاثة آخرين بينما سجل قصف واحد على المواقع الأوكرانية منتصف ليلة أمس التحصينات الأوكرانية في المنطقة الساحلية وفي هنوتوفو تحديداً تعرضت عند الساعة الثالثة صباحاً لإطلاق نار من الأسلحة الرشاشة حيث كان العطو يطلق النار من قرية زايتشينكو المحتلة ولم تسفر هذه الاعتداءات عن وقوع إصابات في صفوف القوات الأوكرانية اشتركوا في القناة